السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اللهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اللهم دلنا عليك اللهم دلنا عليك وارحم ذلنا بين يديك ولا تحرمنا بدنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا نحن البؤساء الفقراء نحن المستغيثين المستجرين نحن الوجلين المشفقين نحن المقرين المعترفين بدنوبهم نبته اليك يا مولانا وندعوك وقد خضعنا لجلالك وفاضت عيوننا بالدموع امامك اللهم يا رب العالمين يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا يا ذا الاياذ التي لا تحصى عددا يا ذا الوجه الذي لا يبلى ابدا يا ذا النور الذي لا ينطفئ سرمدا اللهم صل وسلم وبارك وانعم على خير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اننا نشهد انه قد بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اته اليقين اللهم اجزه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم يا رب العالمين بلغه سلامنا وصلاتنا وهو الان في قبره يائش حية برزخية اللهم صل وسلم وبارك وانعم على هذا النبي الامين اللهم يا رب وارزقنا شفاعته يوم الدين واسقنا شربة ماء من يده الكريمة من حوضه لا نضمأ بعدها ابدا واجمعنا معه يا رب العالمين في الفردوس الاعلى مع آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المكرمين من الانصار والمهاجرين ومع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إننا في هذه الدنيا قد غلبنا فينا الفقراء وفينا المرضى وفينا المحتاجين وفينا المعذبين اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك أن تفرج عنا أجمعين اللهم فرج الهم عن المهمومين اللهم نفس الكرب عن المكروبين اللهم ألبسنا جميعا لباس العافية حتى تهنئنا بالمعيشة اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إشفنا وعافنا وداونا من كل داء وكل سقام وكل علة اللهم واغننا بفضلك عن من سواك اللهم اغننا بفضلك عن من سواك أنت الغني وخزائنك ملأة يا رب ونحن نمد أيادين إليك أرزقنا رزقا حسنا رزقا طيبا رزقا من غير كد اللهم ارزقنا رزقا حلالا واجعلنا نصرفه فيما تحبه وترضاه اللهم يا أكرم الأكرمين واصلح الأزواج والزوجات واصلح الأولاد والبنات واصلح الإخوة والأخوات واصلح الجيران واصلح يا رب العالمين جميع عبادك المؤمنين اللهم يا رحمن يا رحيم يا خير من سئل يا أجود من أعطى يا أكرم من عفى يا أعظم من غفر ويا أعدل من حكم ويا أصدق من حدث ويا أوفى من وعد ويا أحكم من شرع اللهم يا رب يا أولى من دعي ويا أبرى من أجاب دعوناك فاستجب لنا يا رحمن اللهم احفظ هذا البلد الأمين اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء واصرف عنا يا ربنا الأمراض والأسقام والأوبئة والطاعون والغلاء اللهم وارزقنا الخير والبركة والتيسير وأمطر علينا غيتا نافعة اللهم يا رب ووفق المسؤولين في هذا البلد الأمين على أن يشتهدوا في خدمة مصالح هذا الشعب المبارك اللهم يا رحمن يا رحيم واحفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم متعه بالصحة والعافية وتمام العافية اللهم أرهي الحق حقا وارزقه اتباعه وأرهي الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم وسخر له البطانة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة اللهم وأكر عينه بولي عاده المحبوب المولى الحسن وأنبته اللهم نباتا حسنة وشد أزره بوليه الأمجد المولى الرشيد وزائر أفراد أسرته الملكية الشريفة وارحم يا ربنا فقيدي العروبة والإسلام جلت المغفور له محمد الخامس وجلت المغفور له الحسن الثاني اللهم ارحم أمواتنا أجمعين اللهم ارحم أمواتنا أجمعين اللهم اجعلهم في هذه الساعة من المكرمين عندك ضيوفا معززين اللهم اجعلهم من القبور إلى القصور اللهم أدخلهم الجنب لا حساب ولا عقاب ولا عتاب واجمعنا معهم في آل عليين آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم دلنا عليك اللهم دلنا عليك وارحم ذلنا بين يديك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء نحن المستغيثين المستجرين نحن الوجلين المشفقين نحن المقرين المعترفين بدنوبهم نبته إليك يا مولانا وندعوك وقد خضعنا لجلالك وفاضت عيوننا بالدموع أمامك اللهم يا رب العالمين يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا الأياد التي لا تحصى عددا يا ذا الوجه الذي لا يبلى أبدا يا ذا النور الذي لا ينطفئ سرمدا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إننا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم يا رب العالمين بلغه سلامنا وصلاتنا وهو الآن في قبره يأيش حية برزخية اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين اللهم يا رب وارزقنا شفاعته يوم الدين واسقنا شربة ماء من يده الكريمة من حوضه لا نضمأ بعدها أبدا واجمعنا معه يا رب العالمين في الفردوس الأعلى مع آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إننا في هذه الدنيا قد غلبنا فينا الفقراء وفينا المرضى وفينا المحتاجين وفينا المعذبين اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك أن تفرج عنا أجمعين اللهم فرج الهم عن المهمومين اللهم نفس الكرب عن المكروبين اللهم ألبسنا جميعا لباس العافية حتى تهنئنا بالمعيشة اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اشفنا وعافنا وداونا من كل داء وكل سقام وكل علة اللهم واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك أنت الغني وخزائنك ملأ يا رب ونحن نمد أيادين إليك ارزقنا رزقا حسنا رزقا طيبا رزقا من غير كد اللهم ارزقنا رزقا حلالا واجعلنا نصرفه فيما تحبه وترضاه اللهم يا أكرم الأكرمين واصلح الأزواج والزوجات واصلح الأولاد والبنات واصلح الإخوة والأخوات واصلح الجيران واصلح يا رب العالمين جميع عبادك المؤمنين اللهم يا رحمن يا رحيم يا خير من سئل يا أجود من أعطى يا أكرم من عفى يا أعظم من غفر ويا أعدل من حكم ويا أصدق من حدث ويا أوفى من وعد ويا أحكم من شرع اللهم يا رب يا أولى من دعي ويا أبرى من أجاب دعوناك فاستجب لنا يا رحمن اللهم احفظ هذا البلد الأمين اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء واصرف عنا يا ربنا الأمراض والأسقام والأوبئة والطاعون والغلاء اللهم وارزقنا الخير والبركة والتيسير وأمطر علينا غيتا نافعة اللهم يا رب ووفق المسؤولين في هذا البلد الأمين على أن يشتهدوا في خدمة مصالح هذا الشعب المبارك اللهم يا رحمن يا رحيم واحفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم متعه بالصحة والعافية وتمام العافية اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم وسخر له البطانة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة اللهم وأقر عينه بولي عاده المحبوب المولى الحسن وأنبته اللهم نباتا حسنة وشد أزره بوليه الأمجد المولى الرشيد وزائر أفراد أسرته الملكية الشريفة وارحم يا ربنا فقيدي العروبة والإسلام جلت المغفور له محمد الخامس وجلت المغفور له الحسن الثاني اللهم ارحم أمواتنا أجمعين اللهم ارحم أمواتنا أجمعين اللهم اجعلهم في هذه الساعة من المكرمين عندك ضيوفا معززين اللهم اجعلهم من القبور إلى القصور اللهم ادخلهم الجنب لا حساب ولا عقاب ولا عتاب واجمعنا معهم في آل عليين آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله